السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نترغ في هذه الحلقة إلى علاج دوال الساقين بطريقة مجربة بداية سوف نحتاج إلى ثوم ونحتاج إلى الليمون بداية علينا أن نقوم بعصر الليمون جيدا ووضعه في وعاء صغير أو كأس صغير ومن ثم نجلب الثوم ونقوم بدقه وطحنه لنجعله شكل متفتفت وخلطه مع الليمون فبالتالي عندما نقوم بخلطه مع الليمون سوف نحصل على مسحوق أو خليط سوف يساعدنا في علاج دوال الساقين نقوم بوضعه في الثلاجة لمدة ساعة أو ساعتين حتى نرى تماسكا بسيط ومن ثم نقوم بدهنه على الدوالي على الساقين ونكرر هذه الطريقة لمدة أسبوع لمدة أسبوع كامل بشكل يومي لمدة نصف ساعة ثم غسيل هذا الخليط وهذه الطريقة مجربة جدا أتمنى لكم دوام الصحة والعافية إلى اللقاء في فيديو آخر إلى اللقاء أعزائي ومتابعيني لا تنسوا متابعة قناتي وكراءة كل ما هو جديد ومشاهدة كل ما هو جديد أتمنى لكم دوام الصحة والعافية إلى اللقاء في فيديو آخر ترجمة نانسي قنقر